اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد بيّن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال وكان بالمؤمنين رحيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس خلقا لذلك كان من أكثرهم رفقا بالناس لذلك الله عز وجل بيّن أن ذلك رحمة منه لذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا وليظ القلب لهم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاوروا بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه رحمة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته رفيقا بأصحابه ذلك قال فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لين رفيقا بهم ولولا ذلك الرفق وتلك الرحمة لهم فضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم فالرفق إذن هو خلق حميد وأسلوب للتعامل مع الآخرين والتأثير عليهم والوصول إلى الحصول على ثقتهم وبالتالي القدرة على توجيههم إلى الخير وتربجتهم إذن تأتي أهمية الرفق من خلاله أو من النتائج المتوقعة من خلال التأثير على الآخرين وإصار الخير إليهم وإصار كل شيء إليهم ماذا عن فضلي هذا الرفق؟ إذن فالرفق بهذا المفهوم يمكن أن نقول بأنه مفتاح لمفاتح القلوب لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحث الله عز وجل عليه في كتابه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في الحديث المقدمة قال إن الله رفيق ويحب الرفق فأول فضائله أن الله عز وجل يحب الشخص الرفيق الذي يرفق بالناس ثم أيضا أنه من فوائده أنه لا يدخل شيئا إلا زانه ذلك قال الرفق ما دخل شيئا إلا زانه وما خرج من شيئا إلا شانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير كله في الرفق كل الخير في هذا الرفق لذلك قال من حرم الرفق فقد حرم الخير كله الحديث صحيح مسلم من حرم الرفق حرم الخير كله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الرفيق الرحيم الذي يرحم الناس وهو رفيق بهم ويعاملهم بليونة ورفق أن الله عز وجل يعامله بمثل ما يعامله به للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الله فحسب تعاملك مع الآخرين وشفقتك ورحمتك بهم والرفق الذي تتعامل به مع الآخرين الله عز وجل كذلك يعاملك برفقا ويعاملك برحمة من باب المثل وإذا لم يكن في الرفق إلا هذه الخصلة فإنها تكفي من فضله على صاحبه لأن الله عز وجل إذا كان رفيقا بالعبد حيئ له أسباب الخير وأسباب السعادة في الحياة وأسباب السعادة أيضا بعد مماته من هو أن هذا الرفق بقدر معاملة الإنسان لأخيه بهذا الرفق فإن الله عز وجل يعامله به ويكافره عليه ماذا لو أردنا أن ندخل بشيء من التفصيل النماذج من هذا الرفق ونبدأ بالرفق مع الأهل ما هي ضوابطه صحيح أننا نشاهد في المجتمعات بعضا من الجفاء بعضا من الغضوة بعضا من الأمور التي قد لا تكون موافقة بالشرع السمحة معم الرفق مع الأهل هو أول مراحل الرفق لأن الأهل هم أكثر الناس تعايشا مع الإنسان وبقدر رفقه بهم ورحمته بهم وحسن تعامله معهم يكون شخصا مؤثرا فيهم وشخصا موجها وشخصا مربيا وشخصا يمتلك مفاتيح قلوب من يتعامل معه ويتعيش معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أرفق الناس بأهله كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادم وما ضرب مرأة وما ضرب أحدا من أهله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في بيته رفيقا بأزواجه رفيقا بأبنائه رفيقا ببناته صلى الله عليه وسلم يقوم إلى فاطمة رضي الله عنها فيستقبلها حين تدخل عليه فيقبل وجهها صلى الله عليه وسلم ويقربها منه يمازح أهله وكان رحيما شفيقا بهم صلى الله عليه وسلم وكان نموذج بهذا الرفق مع أزواجه ومع بناته ومع من يسكن معه من أهله من زيد بن حارثة وسامة بن زيد وغيرهم من الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم كان يتمنى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ويتمنى الأيام التي كان يجلس بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشه برفق ويعيشه برحمة إلى غير ذلك و هذا الرفق أسلوب ينبضي أن يتعامل به كل مسلم مع أهله في الجفاء الذي نلاحظه في البيوت بين الأبي وأبنائه حيث أن الأب لا يؤمر إلى أبنائه إلا متجحما ولا يتصرف مع أحد منهم ولعل هذا باب آخر من أبوابي الرفق هو الرفق مع الأبناء والأطفال بشكل عام صلى الله عليه وسلم كما ورد كان يحمل ابنت ابنته أمامة ابنت سعد بن الرابع في الثلاثي وكان يقارب الحسن والحسين وهذه معاني قد تكون وفقودة الآن في كثير من الأباء ماذا عن هذه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إظهار هذا الرفق مع الأبناء فالوفد الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاملا أحد أبنائه وقبله فقال له إنا لا نقبل أبنائنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نزع الرحمة من قلوبهم وأمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بها إلى المسجد وكان هذا في فترة قريبة عهد بالجاهلية وكانوا في الجاهلية يستحي الواحد منهم أن تكون له بنت أحرى أن يحملها أمام الناس فكان الله سلم يأتي بالبنت ويحملها أمامهم ويصلي بها ويقوم بها إذا قام إلى الصلاة ويضعها إذا أراد الركوع أو السجود يقوم بكل هذه الحركات لأنه يريد أن يرسل رسالة إلى الصحابة والأمة جميعا في حسن التعامل وحسن تربية والرفق بالأبناء وكان إذا صعد المنبر ربما يصعد المنبر في يوم الجمعة فيحمل معه الحسن أو الحسين ويخطب الناس في يوم الجمعة وكانت هذه الرسالة لأن يوم الجمعة هو يوم توجيه ويوم خطاب للناس كان يعسل لما يرسل الرسائل الشفوية الكلامية ويرسلها أيضا عملية فيحمل معه الحسن أو الحسين ويضع واحدة منهما على عاتقه صلى الله عليه وسلم ليرسل رسالة في الشفقة وبالرحمة بالأبناء وبحسن التعامل معهم فالذي لا ينظر إلى أبنائه إلا بتجههم ولا ينظر إليهم إلا بمعاملة القسوة والضرب والتوبيخ والشتائم هذا أسلوب من الجفاء يجعل الأبناء يعيشون وبينهم فجوة مع آبائهم لا يشعرون بتلك الرحمة ولا بتلك الدفء الذي ينبضي أن تكون عليه علاقتهم مع آبائهم وبالتالي تكون علاقتهم ضعيفة بالآباء وبالتالي يتربى الأبناء على هذا فتكون هذه معاملتهم مع أبنائهم ومع الآخرين وبالتالي هذا جانب سلبي من التعامل وشاهدوه في الكثير من البيوت بل إن البعض لا يتركوا الأبناء حتى يجلسوا في جرسة نعم سنواصل مع هذه المعاني بضيلة جزء للإمام لكن بعد هذا الفاصل وشاهدين الكرام أعودوا لكم بعد هذا الفاصل القصير بقوا معنا